موسيقى يبدأ بكيفه يصلح للإجابة عن سؤال يبدأ بكيفه يبقى الحال هو اسم ناكرة منصوب بيوصف هيئة صاحبه بيوصف الهيئة بتاعت صاحبه زي مثلا قلت لك حضر الولده متأخرا حضر الولده متأخرا كلمة متأخرا هنا عربها ايه اعربها حال كلمة متأخرا اعربها حال ليه اعربها حال عشان بتوصف صاحب ايه بتوصف صاحب الحال وصاحب الحال ده لو هو الولد لما قلت حضر الولد متأخرا الولد ده ماله كلمة الولد أعربها إيه أعربها فاعل كلمة الولد أعربها فاعل يبقى كتب القاعدة دي عندك صاحب الحال لازم يكون معرفة رقم واحد لازم يكون معرفة رقم اثنين لازم يكون يئمة فاعل يئمة مفعول به يئمة فاعل يئمة مفعول به يئمة نائب إيه يئمة نائب فاعل يعني مثلا قلت لك حضر الولد متأخرا حضر الولد متأخرا الولد أعربها فاعل حضر ده فاعل الماضي من اللي حضر الولد يبقى الولد ده أعربه أعربه فاعل مرفوع تمام الولد ده معرفة ولا نكره؟ معرفة وفاعل يبقى اللي هيوصفه بعد كده يكون أعربه أعربه حال يبقى حضر الولد متأخرا متأخرا أعربها أعربها حال يبقى متأخرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة متأخرا حال منصوبة معالمة منصوبة الفتحة يبقى صاحب الحال لازم يكون معرفة زي ما قلنا ولازم يكون فاعل أو مفعول به أو نائب فاعل زي لو قلت لك مثلا أكلت الطعام باردا أكلت الطعام باردا أنا اللي أكلت أكلت الطعام يبقى الطعام مفعول به منصوب الطعام مالو الطعام باردا يبقى الطعام ده مفعول به منصوب والطعام كلمة معرفة مش نكرة يبقى اللي هيوصفه بعد كده يبقى اسمه حال يبقى أكلت الطعام باردا وعليمة نصبها الفتحة. يبقى صاحب الحال ايه ما فاعل ايه ما مفاعل به ايه ما يجي نائب ايه نائب فاعل. زي لو قلت لك شهد الولد باكيا. شهد الولد باكيا. الولد عربها نائب فاعل مرفوع. شهد الولد باكيا. باكيا عربها ايه عربها حال منصوبة. حال منصوبة. يبقى الحال بالبلد دي كده هو اسم ناكرة منصوب. عطول بيكون ايه بيكون منصوب. بيدل على هيئة صاحب ايه صاحب الحال. وصاحب الحال ده لازم يكون عطول معرفة ولاز ويكون ذلك مفاعل ما ما يفاول به ويقوم ما نائب ما فاعل بعد ذلك عندنا هؤلاء أنواع الحال حال ثلاث أنواع صلي بنا على النبي عليه الصلاة والسلام أول فقط عندنا الحال المفردة يعني مفردة يعني كلمة واحدة يعني مش جملة ولا شبه جملة ماذا لو حضر الأستاذ مبتسمن الأستاذ فاعل مرفوع هذا هو صاحب الحال حضر الأستاذه ماله بقى بوصفه بقوله 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 ان هو مبتسم مبتسم العربة حالي حال منصوبة عشان بتوصف مين بتوصف الأستاذ والأستاذ اللي هو فاعل اللي هو ايه اللي هو معرفة يبقى مبتسما حال منصوبة وعلامة نصبه ايه وعلامة نصبه الفتحة وذاكره واثقا من النجاح وذاكره واثقا من النجاح من اللي بيذاكر انا الفاعل ضمين مستدر التقديره ايه تقديره انا واثقا دي ايه بتوصفني بقول إن أنا أزاكر وأنا واثق من النجاح يبقى أزاكر واثقا من النجاح واثقا يعرفها هي حال منصوبة حال منصوبة Bazak GUAD نصبها الفتحة يبقى الحال المفردة بيكون كلمة واحدة اذا كان متواسقا ومبتسما بيكون كلمة واحدة عندنا بعد كده الحال الجملة وطبعا بيكون إيما جملة اسمية وإيما جملة فعلية صلى الله عليه الصلاة والسلام لما أقول أعجبتني القرية شوارعها جميلة أعجبتني القرية شوارعها جميلة من اللي عجبتني القرية يبقى القرية عربها ايه فائع المرفوع عجبتني القرية مالها بقى شوارعها جميلة شوارعها جميلة كلها على بعض جملة ايه جملة اسمية مبتدأ وخبر شوارعها جميلة دي جملة ايه جملة اسمية مبتدأ وخبر الجملة دي كلها جملة شوارعها جميلة كلها بتوصف ايه بتوصف القرية اللي هي معرفة اللي هي فاعل يبقى الجملة دي كلها عبارة عن ايه عبارة عن حال لازم في رابط يربط على صاحب الحال لازم الجملة يكون فيها كثير من قائمة jets يربطها بصاحب الحال جاء الطلاب والشمس ساطعة كلها جملة بعد إيه ؟ واو الحال يبقى الرابط هنا عندنا هيكون ايه هيكون واو الحال شاهدت السفينة وهي تبحر شاهدت السفينة وهي تبحر دي جملة اسمية انا شاهدت شاهدت ايه شاهدت السفينة يبقى السفينة مفعول بيه منصوب والسفينة خلي بالك معرفة السفينة هنا معرفة ومفعول بيه منصوب يبقى اللي هيوصفها بعد كده هيكون ايه هيكون حال شاهدت السفينة وهي تبحر جملة وهي تبحر كلها بتوصف مين بتوصف السفينة يبقى الجملة دي يكون لأ جملة إيه جملة حال الرابط هنا هيكون إيه هيكون واو الحال عندنا واو الحال وكمان عندنا إيه عندنا الضمير وهي إيه وهي تبحر يبقى هي ضمير يبقى الرابط هنا هيكون إيه هيكون الضمير وواو إيه واو الحال جاء الرجل يمشي جاء الرجل يمشي من اللي جاء الرجل يبقى الرجل ده فاعل مرفوع الرجل ده فاعل إيه فاعل مرفوع ومعرف في قال خلي بالك معرفة يبقى اللي هيوصفه بعد كده يكونيها هيكون الحال جاء الرجل يمشي يمشي ده فعل مدهر عادي فين الفعل؟ ضمير مستدر التقدير هو يبقى الجملة الفعلية بتاعت يمشي الجملة الفعلية بتاعت يمشي جملة في محل النصف وتوصف الرجل بقول للرجل دهелей كيف جاء يمشي 맞نه يامشي يبقى يمشي صメ جملةهم في محل النصب والرابط هنا يكونيه هيكونت ضمير المستدر يبقى لحال الجملة يا شباب يكون جملة اسمية او جملة ايه او جملة فعلية ولازم يكون فيه رابط بيربطه بصاحب الحال الجملة لازم يكون فيها رابط بيربطها بصاحب الحال فيه ملحوظة مهمة عايزة اقولها هنا لو قلت جاء رجل يمشي ركز معي جاء رجل يمشي رجل هنا ما لها نكرة مش معرفة صح ولا رجل هنا نكرة مش معرفة يبقى يمشي دي جملة بتوصف ايه بتوصف الرجل يبقى جملة يمشي دي جملة نعت خلي بالك جملة يمشي هنا جملة نعت لو قلت جاء الرجل يمشي هنا الرجل خلي بالك معرفة الرجل هنا معرفة يبقى اللي هيوصفها هيكون حال يبقى جملة يمشي هتكون ايه هتكون حال يبقى ركز معي بالله عليك جملة النعت و جملة الحال الفرق ما بينهم ايه من الاخر كده اللي بيوصف النكرة اسمه نعت اللي بيوصف المعرفة اسمه حال اللي بيوصف النكرة اسمه نعت اللي بيوصف المعرفة اسمه ايه اسمه حال صلى الله عليه الصلاة والسلام آخر نوع عندنا هو ايه هو الحال شبه الجملة الحال شبه الجملة وده بيكون إما جار ومجرور وإما إيه إما ظرف في الحال شبه الجملة لازم قبل الحال يكون فيه اسم معرفة لازم قبل الحال بيكون فيه اسم يعني قبل شبه الجملة اللي بيكون في حال نصب حال بيكون قبلها اسم إيه اسم معرفة وهنا ما بيكونش فيه رابط خلي بالك في الحال الجملة بيكون فيه رابط إنما في الحال شبه الجملة ما فيهش رابط زي لو قلت لك شاهدتوا الطيورة فوق الشجرة شاهدتوا الطيور أنا اللي شفت شفت إيه شفت الطيور يبقى الطيور مفعولهم به وخلي بالك معرفة الطيور معرفة مش ناكرة يبقى اللي هيوصفها بعد كده هيكون إيه هيكون حال شاهدت الطيور مالها بقى فوق إيه فوق الشجرة يبقى شبه الجملة فوق الشجرة ده كله إيه ده كله في محل نصب إيه في محل نصب حال يبقى لكيزوا معي يا شباب الفرق بمين جملة النعت وجملة الحال إن جملة الحال بتوصف مين بتوصف المعرفة صاحبها بيكون معرفة إنما النعت بيوصف النكرة والحال على طول بيكون منصوبة الحال على طول بتكون منصوبة ودايما بتكون جواب لكلمة كيف يبقى أنواع الحال حال مفرد وحال جملة وحال شب جملة فيه كم ملحوظة في الآخر كده عايز أقولهم فيه كلمات في الغالب بتتعلم حال زي كلمة معا جميعا لو بقول مثلا ماديا أدبيا سويا كلمة وحده وحدها وحدهم وحدنا كلمة أولا ثانيا ثالثا قاطبة بدلا عوضا الكلمات دي كلها في الغالب بتكون حال الملحوظة الأخيرة اللي هقولها لو أنت ذكرت النص بتاع غربة وحنين النص اللي عندكو في المنهج بتاع غربة وحنين الشعر كان بيقول ما له ملعن بمنع وحبسي ملعن هنا منصوبة عربها هي عربها حال منصوبة ليه حال منصوبة ركز معي أي اسم بعد مال استفهمية وجر ومجرور يعني أول ما تلاقي مال استفهمية بعدها جر ومجرور الاسم البعدها بيكون حال زي ما له ملعن هنا ما هي استفهمية وعندنا جر ومجرور اللام حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر اسم مجرور يبقى كلمة ملعن عربها هي عربها حال زي لم أقول ما لك واجبا ما له ملعن ما لك سعيدا ما لهم حزينين يبقى الاسم البعد مال استفهمية والجر ومجرور بيكون ايه بيكون حال زي لم أقول ما له ملعن بمنع وحبسي ما هنا اسم استفهام مبني في محل رفع ايه مبتدأ له ده شبه جملة له ده شبه جملة اللي هم حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر اسم ايه اسم مجرور يبقى شبه الجملة في محل رفع ايه في محل رفع خبر مولعا حال منصوبة حال منصوبة وعلامة نصبها ايه وعلامة نصبها الفتحة لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشط مقطع بين صحابك عشان نقدر نكمل المحتوى الهدف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله اله الا انت نستغفرك ونطوبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته